اعلنت وكالة ستاندرد انبورز للتصنيف الاعتماني استقرار تصنيف البحرين عند بي وبي بلس مع الابقاء على نظرة مستقبلية ايجابية وفي وقت سابق شاد صندوق النقد الدولي بخطة التعافي الاقتصادي التي لعبت دورا اساسيا في تحسين الوضع الاقتصادي بمملكة البحرين دائما ما تحافظ مملكة البحرين على بيئتها الاقتصادية الجاذبة عبر خطط عززت من مكانتها وسمعتها امام دول المنطقة والعالم فالنظرة المستقبلية الايجابية التي حصدتها من وكالة ستاندرد سانبورز واستقرار تصنيفها الاعتماني عند بي وبي بلس يؤكد مساعي الحكومة واستمرارها في ارساء دعائم الاقتصاد والحفاظ على استقراره خطوة ايجابية تنعكس على نظرة المستثمرين الاجانب للسوق المحلية وهو تأكيد على فاعلية السياسات الحكومية المتخذة عبر برنامج التوازن المالي وخطة التعافي الاقتصادي وحققت النتائج المالية خلال عام 2022 زيادة في الايرادات العامة وانخفاضا في مستويات العجز المالي مع محافظة مملكة البحرين على التزاماتها بتنفيذ المشروعات الحكومية التي تهدف الى تحقيق التطلعات والاهداف المنشودة هذا النمو القوي الذي تشهده المملكة تحقق بفضل استمرار المساعي الحثيثة من قبل الحكومة وعلى رأسها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اذنما اقتصاد البحرين بنسبة 14% العام الماضي وهو ما يجعل المملكة ماضية في تطبيق الاستراتيجيات والخطوات الداعمة لخطة التعافي الاقتصادي اشتركوا في القناة